اشتركوا في القناة وعافية مرحبا بكم في عدد جديد من حساتكم فرق قلبكم من قناة مغاربية اليوم سبعتاش مايل فين وربعة وشرين راح نتلقوا في حصة جديدة ونتناولوا فيها مجموعة من الاحداث ومن الاخبار اللي راح نتناقشوا فيها ما بعضنا يا خوتي عبر المكالمات طبعا ما نقضوش نستقبلو الناس كل على دي كان نطلبو من الناس ليشاركوا البارح يخليوا الدالة للناس باش يشاركوا اليوم نطرحوا مواضيع ونحاولوا نعرفوا رأيكم في هذه آآ المواضيع مدى بنا نبقوا برك في المواضيع برك يا خوتي باش ما نتشعبوش لانو عم بنا الناس قلبها معمر وحابة تحكي على كلش نبقوا بركة في المواضيع اللي تخص الجزائر سورته احنا بنحكيوش على آآ دول الاخرى نديرو كالعادة في الدخلة بركة بتي زابينغ شوية حوصلة ومن بعد ندخلو في الصميم الوضوع تفضل اللهم فاتمشي وعشرة ما يمشوش احنا خمسمائة مسكني وحط لك ستبوبالات وين رح نيكفو نرحم بابك وشتكينا على اللابوبال هذا باش يجيبوننا هذا وما جيبونناش على بليش ولا شغول ما كان خاطر على الناس مشيت على لعب ولا جزائريين الحمد لله بينوا شطار انتحهم في البطاطا كفر خير عمي تبون وربي احفظ عمي تبون دحية عمي تبون هاكف من سر والله م غرفي عهدة عمي تبون شوفاء تريسيتي ه wy s Landshajali يا وتحيا عمي تبون وربي احفظ عمي تبون واللي يشتيشverلللي مايشتيش يضرب راسا ولا حايا هنا البطونات هذو جاملو شوفناهم في حياتنا قافي عهدد عمي تبون يشوفنا ذو البطونات في حياتنا يا عودي تحية تحية ايه يا عمي تبون يوتح يا عمي تابون كثر خير عمي تابون والله مقلب في عهدت عمي تابون كيف نسر في ولاية الجلفة في بلدية الخميس في دائرة سيد العجال تعقب عليه تري سيتي ويتحطوا البطونات المخنفرين هذو يصدوا لي كثر خير عمي تابون اشتركوا في القناة هذا هو الديبارس طباح من نايد ماريو هكتشوف الحالة تحكفش راهي وهي مخصصة لبناء مستشفى الله وربي يعلم عشرين سرير قالوا يأتينا التوضيح في الامر هذا وين راهي وصله لإجراءات البولي كلينيك هذا نعرف جيدا أن حاضرتنا من الأغنام ومن الأبقار حاضرة فقيرة وفقيرة جدا ضائلت إلى مستويات كبيرة إلا كان شفنا دول مجاورة يحسبوا بمئات بعشرات الملايين رؤوس الأغنام عندهم إحنا نتكلم على 17-18 مليون نظن باللي كان لزاما علينا أن نلجأ إلى الإستيارات كي أولا مثل مني في حياتي أنا نشيري للمرتي في حيات سانسون وتعيش حياتها وتديني نحوث هذا هي نوالا يا أخوتي هذا كان كان شوية بركة زابينك في الضريف أن نسلموا على ناس الجلفة نحييوهم ونسلموا عليهم ونقولهم ألف مبروك وصلوا البطوات يا أخوتي هادي في العهدة الأولى وصلوا البطوات إن شاء الله يكتب ربي العهدة تانية يبلونتوهم يحطوهم الثالثة التري سيتي بتعين لك في الخيوط الرابعة يكونوا في الديار اللي يشعل يلقى التري سيتي في الدار إن شاء الله صبر بركة خاتي وتحية عمي تبون لي جابلهم ديجا المرحلة الأولى انتوكا كانت هادي حوصلة خفيفة بركة ضريفة باش نشوفوا وش صاير في الجزائر حاجة أخرى مهمة قبيلة شفتها وللأسف الشديد في بلدية عين بايدا في ورقلة يا أخوتي الشعلة نار من ذات ما فهمش الأسباب شفت غير لي زيماج لولين وين يعني الحماية المدنية الدخلت والله غالب ما قادرش تكفي ومزيال جيش الوطن الشعبي والمؤسسة العسكرية بعتت الروفور باش يعاونوا لإخماد نار دي زيماج يخلعوا يا أخوتي سندي نشوفوا باش ندعيو الثوتنا في عين بايدا ربي يفرج عليهم في بلدية عين بايدا في ورقلة باش يفرج عليهم وتكون سلامات إن شاء الله تفضل أخوتي المغرب تفضل أخوتي المغرب تفضل أخوتي المغرب تفضل أخوتي المghرب انفسю اضمن'm ارجوعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بابدaltet هاو جمدي شفته والله. ما شفته. ما شفتش بزا هاو. اهو صح صح. صح ده وكان على الاقل واحد شارك يا خوتي مع الناس بالامكانيات اللي يقدر عليها هاو مزوز مع المواطنين. يعني امكانيات ما زالت لميتاي خوتي في بلاصة عمبنة بها يعني سخانة فاها وقدرة تشعل. عندك دو كاميون يعني تسي يعني وزيد الناس تجيب الباسينات والبادن يا خوتي تم تخلي ونش نهضر وتسمى وعلي تبروفوكيوها. يعني بالباسين انت حطف في نار كما هذي. المواطني يجتهد. لكن سلطة الجزائرية شوية شوية يعني ما فبا اكزاجيري سلعو شرية وسيلي ما تشريو شغل قزادر تا روسيا شريو شوية يعني مطرية خاصة الولايات هذه اللي يعني اوريس كما هكا في النار باش الناس ما توليش بالبادن والقصعة وحالهم ديرك رانا في مع العسر الحجري لا يا خد. ان شاء الله بركة سلامات وتحية الفرقة للجيش تحية المؤسسة العسكرية اللي اتدخلت كالعادة في هذه المواقف تيما تلقاهم في الصفوف الاولى انتو كربي يحفظهم. قبل ما نفتحوا بركة يا خلاتي المكالمات اه شفت فيديو الترفية يا خلاتي. طبعا نديروا جوية تقافية ولا شوية يعني الانسان توعاوية بالقوزين. المعمر لكم هادي مادة الصغار يعقبوا الانتحانات. واحد دلالي صغار اليوم عقبوا واحد امتحان ما نعرف. جغرافيا والله ما نعرفين. وداروا خارطة افريقيا. وخارجوا الشباب مشوكين. مشوكين من خارطة افريقيا. هاو الفيديو اللي قيتوا يدور في الصفحات. تفضل خواهي المخرج. سلام عليكم شبيب أهي لي. دوزنا اكزامة استوار جيوه. دوني خارطة المن روك معتا السحارة الغربية. كيف بشعدي. parasite. اه شاب ب. والله اللهيكم خووتينا. ليس تأس ويدانية. ه Lunat Hand. ها. 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 هل يظ ambos تأس. ها. 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 cause one close un Reed. خارطة المن روك مع سحارة غربية الأستيق. هنا. está. صغرون ما. نزيد. دا ولية. الغما السيادة والاخر. والنشاء لدي. دي. زم خواهي خقرون قر؛ شكراً يا أخواني المخزمين سنطولوا في الفيديو يعني هذون شباب عقبوا الإكزامات كما يقولون ما في سويداني ونعرفوا نعرفوا نشيك مبلاسة إكزاكتمو تاريخ وجغرافيا وقابوا باللي يتفاجئوا وقابوا خريطة فاها خريطة المغرب بهذا الشكل بيصالات عليها بوليمة كبيرة وتساءلوا كينا السيادة الوطنية ومولودية والاتحاد رانا خاوة خاوة طبعاً أنا الموضوع ما هوش موضوعي في الخريطة في حد ذاتها لكن الموضوع تيعي يا خوتي شو كيفاهم ساكن يهبلوا في الجيلة والصاعد هذة يهبلوا فيهم شوفوا اللافاج دو سربو والتأثير تيعوا يا خوتي في الأجيال احنا نشوفواها بلكتعدي في تيلين قلوا كاكة بهديلة وكادها وقص علينا وهي تترسخ في أدهان الأجيال هادم اللي جون صغار اقتنعوا بأنه الخريطة تع بلاد أخرى مهما تضم فيها وش تضم فيها هي تمس السيادة الوطنية وقال لك أين السيادة الوطنية ده كيفا؟ هي التكنيك ما علاقة بالسيادة تسمى السيادة لما يجيس لك شو هذا ولما يجيس لك الأرض تيعك بيانسور ولما يجيس لك أي شيء يعني السيادة تيعك حاب يصور خريطة تيع ويزيد فاها حتى الماليكان وكان ضاع ربي سهل عليه لكن الشباب اقتنع انه هذا يعني داخل في السيادة يعني شوفوا كيفا الشباب قاعد يشوفوا كيفا التأثير يا خوتي تعال لاله تعهد للفينوماني تصنع في كدوك يكبر هو بالليصيبون خريطة تيعنا تقولوا لا هذه خريطتهم ربي سهل عنهم قضيتهم ومحطوطة في هيئة الأمم وهادي بيناتهم لا تجيس لك سيادة تيعك أصلا نعم هناك قرارات وهناك مواقف سياسية تتخذها الدولة يمكن انت تساندها من حقك وكذا لكن في سيادة سيادة تيعك واحد يمسهل كون واحد يجيس السيادة الجزائرية كل ما تدخلوا للدفاع عنها لكن الشباب هادو مقتنعوا واتخلت الطلب احنا مع المولودية خاوة خاوة مش تخرج المولودية امتحان تعتاريخ جغرافيا شفتوا لما يهبلوا الشباب يا خارتي شفت كيفية يعني وفي في المولودية والمولودية مش دخل لنا في المولودية دركة احنا ايه بس كل خاريطة بس كل هما دخلوكم في خالوطة ماشي في خاريطة شفوا تأثير خالوطة يا عديد قلتكم يعني ملاحى التوعياء وفهموا شبابنا لا رأى حق بالله يعني السيادة تيعك الحمد لله جزائر راسها مرفوع واحد ما يقدر يجرأ يجيس السيادة تحها او لا اذا وهموك ولا اوهموك اعلم باللي انا ما كانش منها منظمش ان واحد يقبل يجيس السيادة الوطنية وهذا التأثير يا خوتي هذا اللافاش دو سربوه يؤثر بالناس ويخليهم يكتسبوا الفكرة دي كسا يتدخل في الراس عبر الاجيال شفت انا رئيس تعملوا دية جزائر تاع الهوند تاع الهوند عندهم مشكل داخلي تاع تسيير وكذا وكذا وخسروا ديمات كما كل الفرق لكن في رأيكم كيفا يفسر هذه الخسارة او هذا السوء التسيير الى اخرى نسمعوا ماذا يقول تفضل لانه هنا نقولها بأعلى صوت ان هنا كانت مؤامرة على فريق ملود الجزائر المؤامرة هذه لازم نحبسها ان شاء الله تحبس المؤامرة هذه نعم هو سام بروبلم انتارن وصح فكرة المؤامرة دخلت عند الجزائريين صحي مؤامرة في كلش بكري كيكون صغار كانوا سام او جنون ام ضربك بعين اي الهضر عليك او حسدين احنا كنا مولوعين بهذا الشي ودخلت فينا الى يومنا هذا اللي طيح يقولك بيا عين صبحت عجاري هذه افكار دركة الافكار الجديدة هي المؤامرة هي السيادة هو لا علاقة هو امر تحت سيير امر ربما هذه سيانتارن بيناتهم لانه لي سيير وكذا ما عجبوش ما دخلهش خلاه لكن مقتنعين انها مؤامرة لانه المصطلح والمنطقة على المؤامرة تخل في عقول الناس كل ما عندك مشكلة اعلم باللي هي مؤامرة كل ما عندك كذا وصرات مشكلة اعلم لتحطيمك وتحطيمك كل ما للأسف الشديد احنا نسعاو يا خاوتي انه على الاقل نوعي والناس وعلى الاقل نحاولوا الناس كي عايتوا في المكالمات كي مدركة كي نفتحوهم هم تانا يعطيونا افكارهم ويعطيونا اراءهم باش نزيدوا انتوا مع بعضانا يا خاوتي شكرا اخويا المخرج كي حت الواتساق وننطلقوا في الحصة تي عنا وين كل الناس اللي باهم يشوفني غالط يقول لي لا في يد يرق غالط لهنا ونحن نتعلم بعضانا ومرحبا بالجميع خويا المخرج حت مكالمات اول مكالمة عند عبدالله من باتنا السلام عليكم خويا عبدالله سيا عبدالله نذكر ان البارع عبدالله كيف كيف تصل بنا ومحكمناش اهلا سيا عبدالله الحمد لله مرحبا بك سيا عبدالله اهلا وسهلا لطفي نعم مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اخويا لطفي اليوم انت تحسى تعفر قلبك والله يا اخويا لطفي وش راح نقول لك احنا في الجزائر الجديدة يا لطفي اخويا انا قتلوا ابني لديس ساتمي دميل فاندو اليوم سيدة دس يماني تاعوا ستا ميليتير حواس انيس ستا ميليتير مسكين ستا كبورال قتلهولي في حسي تيريرين في الفرنتيار التعمالي درسوا يا لطف إخويا الجزاء الجديدة ويقول كل وعد يدي حقه عيطنا البارح سي عبدالله واحد تانا ولده شرطي تانا صراط له هكما لاحب سمعت ولا لا تكلم عليك وقال أني نقول سي عبدالله بلي مش غير انت حتى نصراط لي راح سي عبدالله لكن الله يرحمه عامين يا خوتي الدرك ما عندوش سي عبدالله يعني حاجة على ولده يعني ما زال ما فهمش إلى يومنا هذا رسله واحد ما رد عليه سي مراد من الجزائر السلام عليكم خويا لطفي وعليكم السلام يا مراد إن شاء الله تكونوا بخير إذا بأس ربي بارك فيك خويا نبلغوا السلام الخونة أبو ماريا روي سلم عليك خويا لطفي والعمل يتيعوا سي مراد كيفا فاتت أنعم خويا لا بأس هات الساعة نقوله الحمد لله أو يتحسن شوية شوية على كل حال قاموا به الحمد لله رب إن شاء الله يشافه ويشافه الممنين أمين خويا العزيز بالغوتاني السلام الخونة علي تعد العان وخونا ناصرة معوش وخونا نور الدين البتني أما بعد خويا لطفي ندخلوا في الموضوع يعني والله العالي العادي مغير تتوحد بالله يعني كي تشوف تشوف هذوك خوتنا مساكن ولادنا يعني هذوك دراري يعني كيف صرى لهم يعني باش تشوف خويا لطفي كيفاش يكشفوا روحهم بيدهم كيفاش كشفوا روحهم كيفاش فضحوا روحهم بيدهم يعني قال لك الزوج أفواج راحوا لجاو من ديار راحوا للصابلات ما عليش يا أخي الفوج اللولاني قال لك صارت فيها أكسيدون عندهم واحد غارق يا أخي الكريم انت الفوج اللولاني ما تلك واحد ولا كاين يعني كاين رزانة وكاين ناس يعني ناس رجال مختصين في هذا الشيء كانوا أقل شي يديروا احتياطاتهم بويس كراهو كاين فوج واحد أخر صغير أراهو جاي ع السبعات العشية يقدروا لتم يبلوكي ويخلقوه يجيبوا ناس يجيبوا حتى الشرطة يخلقوه ما يزيدوش يخلوا كاريتا واحد أخرى هذو دراري احنا ندو ولادنا البحر يهرب لك واحده يعني تدي وليدك ما تقدرش تدخل في عقل ولد صغير ولد صغير يدير اي حاجة يرمي روحوا في وادي يرمي روحوا في قلتا كما كنا احنا صغار تانين الروحون تانا شكرا ناسي مراد بارك الله فيك في الملاحظة ربي يحبك وربي يرحمهم علي كل يحد ودك تهوى ربي يرحمهم سير رشيد من بعد نزيد ونحكي وعليهم سير رشيد من جزائر السلام عليكم يا سير رشيد بيكم خوية رشيد وشراكوا لباس لباس ربي يحبك شاء الله تكون بخير مرحبة بيك نحمد ربي يا خوية رشيد لكن فرحنا يا خوية الله يبارك ومشأ الله يبارك فيك ربي يحبك يا سير رشيد نقص لطيني بارك يا رشيد خوية نقص لطيني بارك يا رشيد خوية نقص لطيني يا خوية رشيد نقص لطيني يا خوية رشيد نقص لطيني بارك يا رشيد نسمعو فيك يا رشيد انتك سمعو فيك يا فلهاد فيخ آه سير رشيد معلش مراجي نقص لطيني بارك يا سير رشيد وسمعني من تليفون بارك ري خير سينو يكون انا في دريطار وحلا سيل هواري من وهران سلام عليكم يا سيل هواري كبلك فيخول وشراك شوية سيل هواري لباس الحمد الله رحمة رب يخول عنا بروي شافي ابو ماريا إن شاء الله آمين آمين او لا انا فيخوة يا رجل في العمق هذو يا رقب جيبوا لهذاك آآ خليفي حمد يا درد لهذاك والدة عمنا تعالى قالوا هذا الفوت هذا مافيش تزوير ومافيش لا نقو نقو هذا المغربي يا والله واناك شرفي بارحمة الوادي ما تبينوش ما تبينوش انا فيخوة انا رأى السكر طبعا قلبي حد شانيا هذا شرفي اقشموا بالسكر قالوا ما هذا وصحت فيه تقنى في رئيس هلال هما اللي فاتوا هذو الكفار كان يحبوا بينوشي وشارم هذو كفار هلال سي الهواري شكرا ليك قلت لهم الادارة الهواري ما حبش يشوف هذوك الوجوه هسي الهواري وش ايه ابو ماريا الحمد الله الحمد لله اسلامتك سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله معافع والحمد لله في نعمة الرجال من نشكر الرجال من نشكر الله نشكركم كل في رطي قبل ما نبدأ يسلم مع أخي الهواري الراجل الساقسالية وعبد القادر تاب القريعة وحاليم تاب القريعة وام وفاداهرام يسألوا عليك تاب القريعة والله يا رطي يا دماء مش محبين يحب يا أخوي أعطونا حقنا دخلتونا للحد ما أعطونا شتع وتعنا ما رطونا دخلونا للشبتار ربعا عطاش نشار رجلنا من كل بلاسة يا وزير دا العدل يا تكدب 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 يا تبون حرم عليك يا كمريد يا كمريد يا كمريد خارش من عملية رب وزي شوية زي طايحة ليهم رب ارتاح شوية يا عطونا حقنا اخويا عطونا حقنا يا انا مش حرم عليك ما دخلوا الناس بسات سنين وعامين والتعويض ما كانش وعيب عليك وانت يا اخويا بالعباش راح راح يتعارك لي ابو ماري يا رب ايش فيك ابو ماري ارتاح ارتاح يا ابو ماري ارتاح ليطلع لك تانا الاتنسيون واللي حاجة تعافى اضرفها شهر شهرين اختك من البوليتيك ارتاح شوية وارجع برحتك يا ابو ماري ونسلم عليك والحمد الله على اسلامتك محمد من خميس مليانة اهلا سيمو حمد سلام عليكم سيمو حمد سلام عليكم سلام عليكم اخويا نطف العزيز مرحبا بك اخويا العزيز ان شاء الله تكون بخير يا سيمو حمد ربي ينورك ربي ينورك ان شاء الله ويطكمت مننا ان شاء الله الله يسترك تفضل صح قوله لابو ماري يا ربي يشافيك ان شاء الله يا ربي يشافيه ندعو له بالخير امين امين ان شاء الله امين ان شاء الله شوف نتكلمه في الموضوع تفضل شو البارحة اتكلمت على واحد الموضوع قلت باللي في النشرة السامينة رهم يقولوا كي نهضة اقتصادية قلت بالاقتصاد ره قوي في الزراعة في الصناعة في التجارة صح يعني يقول لك الواقع كل شيء كذب كل شيء خرطي ونعطيك الدليل على كل شيء كذب تفضل ما زال الوقت تفضل تفضل يا سيمو حمد ان شاء الله ما تقطعتش اعيد بالواتساب مرة جاي يا سيمو حمد باش ما تتقطعش واتساب اجمع اخير تقنصومي اقل وما تتقطعش اخر مكالمة اخويا المخرجي اذا تكرمت جلال من تسمسلت سي جلال السلام عليكم سي جلال سي جلال اهلا وسهلا تقطعت سي جلال ما علناش كما اخونا مراد قبيل على الاطفال شوفنا باللي الله يرحمهم ويسع عليهم ان شاء الله يعني سرات حادثة ستن اكسيدون ولكن كما عملكم كان اكسيدون ليسرى مدرجة الحساب وكان اكسيدون ليسرى لانك ما وفرتش اسباب الوقاية يعني باش يكونوا فرق باش نفهمه في اللوتار متاع الاكسيدون يقدر انسان طالع في سلوم الله غالب اه مدرج حساب وزلق طاح اصح انسان طالع في باطمة بلاس اللوم اكيد انك توفرت كل الشروط باش يطيح ما وفرت الشروط الامن والسلامة لانك مبقاش اكسيدون بكو بلوس تهور من اكسيدون لانك مشكل دركة انه هاد الحادثة بعد ما دفنوهم ورب يرحمهم حكموا سبعة وقالوا باليدهم المتسببين لهم فيهم معلمين هما اصلا ينضموا رحلارهم اساتدات على المدرسة يعني فخلقت واحد المشكلة اخرى تسمى شكون هو المسؤول اصلا على هذا الشيء اذا كان متسبب شكون هو المسؤول لانه اليوم يعني سرجوا عائلات من المدينة لتعال ابناء ذلك الضحايا وساندوا الاساتداء قالوا وعليه تبديو فيهم الحبس قالوا احنا بيجا حزنين على ولادنا اللي ماتوا زدت الولاد الاخرين الاساتداء مساكن رمي يبكي وقاعدين يقولوا مام داولا ديكو من الحبس وداروا اليوم وقفة نشوفوا جزء منها تفضل خليل اخر البلاد انتاعنا هذي عين بوسيف اللي راح يتبكي منهار اللي راح وهذا ذراري منهار اللي راح ونهار سبت وحنا اندي بكى والي اليوم نبكوا الذي ماتو ونبكوا اعلي حيّ حتي هذو اللي ماتو ولادنا واللي راهم في السجن ولادنا احنا بكينا مع هذو اللي ماتو ولانا نبكو الذي هذو اللي راهم ماسجوني ما اندم حتى ذا كانت فاجعة ألمت بعين بوسيف كامل عين بوسيف كامل أسرة واحدة ما فيها القابة كثير بالصح قاع لقاب واحد كنت تدخلينا اليوم تقدق على مجروحين وفاة قصدنا قع ما كانش في عموسيف اللي يقول لك ما تحسيتش القضية الحقيقية والصوت الحقيقي ان مدينة عموسيف كلها شعبا صغيرا وكبيرا يشوفوا بلي نحن لحمة واحدة نحن لحمة واحدة والشي اللي يضرني ولادنا دفلناهم ورب يرحمهم ما ناش حابين نزيدهم بكوا أطفال هكذا هذا وليد إبراهيم صاحبي وأبد الوهاب صاحبي ونبقى رابته هكذا نيخرج إبراهيم وراني نقول فيها أمام ربعين ملجون جزائري ماذن بهذا الأطفال ماذن بهذا الأطفال إبراهيم أولاده رغم محتاجينه في القسمة رغم محتاجينه يطالبوا بالإفراج عن إبراهيم هم خاطئهم وها وليه أهم وسمحنا ونطالب الدولة الجزائري تفرج على الشيوخ توعنا هذون فبادر يغلى باشي فراء عمد منشي باشي يقسلهم والموت قضى وقدر وقريناها في التربية الإسلامية ونطالب أن تفريحونا أن تفريحونا وتعيدوا لنا أبي لا أصر حد في ذاك النهار فهمتوا هذا الأمور يعني يعني بلد صغيرة كلهم عائنا واحدة واحد ما يرضى لها لك الآخر فزادوا هم هزوا هذة الأساتي دا وعنهم نجا أولادهم إذا تخلقت مشكلة آخر وما دي جال أستاذة وتلقاها مدمر لكن القانون لازم يعاقب عاقب المسؤول الأول شكون يعطاها موتوريزازون هل الدولة الجزائرية مسطرة قوانين للرحلات كيف هي ديروا؟ كيف هي ديروا؟ موتوريزازون لازم يكون هو المسؤول قال واجحنا جايين للبحر الفلاني هل كان يعني إجراءات يجي الأمن ويجي الحماية المدنية ويجي وكذا للبحر فلاني لأنه كان كان رحلة ولا حاجة؟ هل كي يجيوا في باراج ويحكموا من جادرمية يقولوا وين رايحين يقولوا رحلة يقولوا اعطيلي الإجراءات تعالرحلة ولا يوجد الإجراءات فأنت تحاسبني على وين؟ أنت مش كدير حتى إجراءات وهذه يا خرتي كي تعمل فوضى في بلاد وتعود خلوطة من بعدك كي تسرى مشكلة ما تعرفش كنت حاسب فتروح للدعيف فيهم لإخطيها تقولوا انتهو انتهو سبابها وهو الغالب كون جاد كان إجراءات رو كان إجراءات احترازية انصي جامي تسرى في جميع الدول تلقاو دايرين هاد حسابهم باش أنصي جاميك اش ما يسرى أعطيونا أسماء المؤطرين أعطيونا شكونا رسبوصاب الليجال أعطيونا كذا ما هي كان قين كلش لكن انت في بلاد ما كانش هادي لم جيب البيس وكريه وروح هادي حقيقة معروفة لازم هناك إجراءات الدار والإجراءات دي القانونية غير موجودة فأنت لما تحاسب الناس هدو تحاسبهم على أي قانون تعدوا عليه لأن القانون غير موجود وديد اليوم هادو من الناس خلقت أزمة واحد أخرى يعني كشفتوا السيدة داك هاز بنت يعني هاد أبراهيم اللي هو أحد الأساتي دا قاله ما ولادك معايا تمني مش نغاضب عليك ولا راضي لك الحبس لأنه أجمعها راي موت بتاع خمسة أبناء تمني قادر يدي مؤبد راي موت راي مهيش خمسة أطفال يعني هل أنت يعني ما تصورك تدخل الله لا قدر يعني إنسان يدخل على جل خمسة أطفال في تهمة كما هكذا ما شو راح يخرج ولا دورا ما في صدمة فكيف ستعالج هذه القضية يعني وصرتو من هو المسؤول الفعلي لكانت تجيه ومش كم داير مؤطر القوانين تعالرخلة والقوانين سلامة المواطنة والجنرال هل أنت فتحت البحر وقلت باللي كان موسم وبدأت ويعني فها إجراءات كثيرة وما لقل لي صار قريت اليوم يا خلوتي شي شي عجبي يعني اللرق يعني اليوم قريت باللي انتشار يعني يعني وإسعاف ثلاث أشخاص من البحر بولاية المستغال وين هدي في بحر يقوله الصابلات بعد كيف كيف زادوا غرقوا ثلاثة وثلاثة نسار الله يعلم يعني باش تفهم باللي يعني مزية منعوهم يعني تحويل ولا تحويل وإجلاء يعني غرقها في شاطئ الصابلات ببلدية بمستغال إلى المستشفى وله ربي يجيب الخير هذي تانا خلقت مشكلة أخرى على كل حال ربي يرحمهم ورب يستعليهم ولكن لكنا نحدد وشكون هو المسؤول لازم نحدد مسؤول الصح الفعلي ماشي نزيده نخلطه أخلا نرجع للمكالمات أخويا المخرج شكرا لك ربي يا حبدا شو سبرك حبيث نتكلم عليه بما أنه أخونا مراد اذكرنا عن هذه الحداثة سي محمد من خميس مليانة السلام عليكم محمد سلام عليكم سي محمد أهلا وسهلا تفضل ركع المباشر مرحبا بك سي محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أخونا محمد من مليانة مرحبا بك خير أخونا مرحبا بك من مليانة الحمد لله شكرا لك سي محمد السلام ورحمة الله وي أني اسمع فيك أسمع أخونا مرحبا أخونا مرحبا أخونا مرحبا أخونا مرحبا نعم نعم سي محمد أسمع فيه نعم عندي قضية أبني ثلاثة وثلاثين سنة أجون في الجامعة تخميس مليانة مات ليلة 29 ديسمبر 2021 ومات في الحرام الجميع الداخل أجون كان لكاميرا كان كل شيء جيش كابرزون ما بنيش الوفاة التياته وشيه السبب السرطة وشتك والعادلة وشتك لحد الآن لحد الآن لحد الساعة ما تعنيش دليل مات مقتول قال لك مات مقتول القاتلينه وفي الداخل في الحرم الجامعي بلي كاميرا كلش والله الحد الآن ما اطلوني حتى حتى خيط نعم كان تحقيق ما سراش تحقيق ما سوش قال لك وكيل جمهورية والله حيرتنا سي محمد وكيل جمهورية دار الانطلات ما يقدرش يقف الانطلات سانسويت هكاك اكيد استوجبوا ناس اكيد شاكي ما قلت انت كان دي كاميرا اكيد ساقسوا صحابك شما واحد يعني يسالوا سبحان الله نصر الدين من المستغانم السلام وعليكم اخويا نصر الدين وعليكم السلام اخويا رصفي اهلا وسهلا ومرحبا بيك الله يسلمك اخويا ما زلنا مع جمهور المدنية المطرة بتاعنا ما زلت ريه هي يعني مثل 2019 من قبل اصلاحات سياسية حريات رك تشوف الوضع كان عنده الناس هيتغرق في البحر وما كش يشوفو داري صغار هدوما ما تشوفو الفون هدوما تغي عن تشط هلانا شوفو في الفيديو هنا يا في التيكتباوك ولا في اليوتيوب هم يسلكو خلاب حاشر خلاب يتنحو فلما يسلكو الوديار اكشباك شيتهم شفتهم 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 خمسة داري اثنا عشر عام هكا غرقو من كشلي جباليا انا نخمم هذه الوطوريزاسون انا مديلينها لكي الوالي المدلوطوريزاسون اسكيلشون على اي اساس لما كاش ينبه لهايك بلاس اللي مرايحينها هالجماعة ينبه السلوطات ما بلعجي عندكم ناس اسكيلشون يفوكي تغيير تنفورسي الحياة ما يفوكي تحرق الأجهزة التواكت ما عندك حماية مدنية عندك البوليس ديرونا دوريات ديرونا دوريات رمضين دريرير رمضين فوتور ناشبه دبوا يصنقهم لا ما يشعب هذه الوطوريزاسون اكواسسين لا ارمي ديروها لما كشد هي الاجراءة الترخيص وهذه الشواطة كما احنا هنا في مستغالي معنا صعب لعيات عنا كاين دير الشواطة يمشي محروصة الناس بشاكن يروحي تسلزقو يروحي سيدو الحود هل انت تشوف هل انت تشوف نصر الدين بلي كونجات مدنية هتكون منظمة اكتر شوف بلي السبب هذا هو ولا احد الاسباب مدنية هذي هي اللي ممكن تخرج هذا الشعب الجزيري من الفاسد اللي رأى فيه الدوكراح ميحضرها ما حصله في الشعب شعب فاسد شعب مستخ شعب مرنك شعب كده دوك بس تلك الشعب من هذا الاتهام الرغم فيه لقد دي لها الدوز المدني يختل عندها حرية التعبير حرية التنقل حرية المبادرة حرية الاختيار حرية شكرا يا نصر الدين شكرا سي نصر الدين يقول كله متعلق بالحريات الفرية تع المجتمع يعني المواطن يتخليه يعبر ويندد ويطلب ويحاسب يعني لكن تتعود فيه يقول هو حسب ما فهمت بدولة ماشية مدنية ما تقدرش يعني تتحرك يا ست حاجة وفيق من سيدي بالعباس سلام عليكم إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله الله يستطرق الأخ السلط في حياك الله ونحي كافة شعب الجزائري خصوصا نجري بخارج وبمناسبة يوم الدول اللي تعايش معا بسلام نتمنى إن شاء الله الجزائر المصادف لستة عشر مين كل سنة نتمنى الجزائري إن شاء الله يصفوا قربهم يعيشوا بسلام ونتمنى إن شاء الله السلام لإخواننا في ورق الجمعة تعالى البيض على الصلاة ومحاريق نكون غير السلام الأخلص نطلب من الله عز وجل ليطينا مهضة فكرية وصحوة علنية لنفرقوا بين القام والقيل بس كالناس رغيت خلط في الكلام أنا بدرت مدخلة قلت نشكر عمي أبو مرواتا العاصمة رجل دين ومتقف عند حيث وطني وعالي ربما أبو ماريا ما فهمش كن حاسب نعليه لا أنا نقول أبو ماريا تعناب نقول لعملي الله يزرق لك الشيفة والله يتكسبر إن شاء الله وإن خاص أخير من جيتها العنابة والله يتكدم أنا ما قلت ولو إن شاء الله الجزائري يطلعوا مستواتيهم أذكر لنا جزائري والجزائري يبني هالجزائري ليبني هاش الآجين بلنا الغربة واصحاب الأذكار الشابة هذا مش حاب نقول أخلصي وربي عايونك والله يحفظوك يحفظ تزير ربي يحفظك شكرا لك خوتي الحاج توفيق يقول نتمنى يطلعوا مستوى ما هيش سبة ولا عيب إن شاء الله حتى نتمنى نطلع آن المستوى إن شاء الله لكن هذه دعوة وصلوله يا خوتي مهما اختلفنا في الأفكار يبقى جزائري وأخوة وكذا لكن الله غالب أفكار مختلفة ما تقدرش الله غالب سي نورمال ولكن تبقى الأخوة والوطنية والمحبة سي عبد الرزاق من الجزائر أهلا وسهلا عبد الرزاق السلام عليكم السلام عليكم مرحبا بيك أخوة العزيز أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام عبد الرزاق مرحبا بيك شكرا لطفي الله يسترك شكرا لكي اتصلت بنا عبد الرزاق تفضل يا أخي يا لطفي السلام عليكم يا أخي يا لطفي هذه الحادثة هذه الصابلات اللي صرعت الله يجعل عبد الرزاق وي واصل عبد الرزاق لا نسمعه فيك لا تسمعش تليه بالرطار ها ها قلت لك هذه الحادثة اللي صرعت في الصابلات هذه كانت صرعت في اللول صرعت في اللول كانت القروب اللولة كان واحد جاء وفيهم الطفل جاء واحد غرق عالوا وي وغرق اللول تعدوا الفوج الأول عالوا واصل عبد الرزاق واصل نسمعه فيك ها ويسمع وكرك واحد فيهم غرقهم بعد جاء باجا وليبهم فيه واحد ساعة لكي يدعوا وصلوا الاسبطار مصطفى باشا أبريق لكي يدعوا القروب اللولة فيه 63 ومعهم ثم يغلقوا هذه البلاجة لكي يغرقوا واحد ومعهم ثم يغلقوها ورهم ومعهم الزراجونة سابلات هذه كل يقولوا عبد الرزاق نعم الناس كل تتسأل لماذا بعد الحادثة الأولى لم تتخذ الإجراءات هذه مواندر دي شوز تسمع كانت تجي لبوليس تنكيتي ووش صار ما من ناس اللتمك يسمع بحر تسمع فيه غرق واحد ناس يعني سي ناصر من خنشلة أهلا سي ناصر سلام عليكم سلام ورحمة مرحبا بيك معك نطفيرك على المباشر في المغاربية ناصر نطفيرك نعم يا أخويا ورحمة ناصر وش راهم ناس خنشلة وش راكم الجزائر رايب خير حمد الله حمد الله وحاميها والجزائر تخباري صايرة وينكرها غير جاحد وانتم ما قاعدين تصوروا تصودي في الصورة بريان لا احنا حكينا على الأطفال يماتوا وناصر حكينا على الأطفال يماتوا وناصر يعني ماشنا نسود ويموت انتم ما قاعدين تصودي في الصورة انتم ما قانتتا عملاء لا يبا يواصل لناصر وخلي وقف برجالها وفيف شنقريحة متنساهاش وفيف شنقريحة وفيف عمي تببول وفيف عمي تببول ويحياء وشنقريحة شنقريحة شنقريحة ناصر وفيف تببول وفيف وفيف كل الناس نحن ننتقضوا في الوضع ماشنا ننتقضوا في الجزائر ولكن هو حر أخونا العزيز علي من الجزائر مرحبا بك سي علي السلام عليكم وعليكم السلام إن شاء الله تكونوا بخير إن شاء الله وإنتما كذلك وإن شاء الله كل شعب جزائر بخير إن شاء الله وشنقولوا ويقولوا وشنقولوا أنا وشنقلوا حتى نيق أنا وشنق لأنا نشوف بني أه بلأ نسمع كنزمان الناس قالوا بني القصبة على العاصمة محروسة ودو كان يشوف الجزائر الجديدة السحراء محروسة كيفاش أنا كنشوف لطوروت لطوروت معامرين بلي السم يرومور وعتادي فلاحي والرجال أمن بارتو بارتو وقلت حتى الغداء عنده الامن. وسموها الامن غداء الوطني. وراح يجينا من السحراء. يعني شوفوا. ودرك كيفية السحراء نسموها. سحراء ام خضراء. كمليون الجيش الأفضل. يعني شو يقول كينا دولة عسكرية في السحراء. يعني وحنا دولة مدنية يسمى نطاوبة. هذا كونت الخطة وإجراء نمكاش محروسين. من البحر من. يعني شوفوا. وشاني راح الدنيا. انا نلاحظ باللي السحراء هذي سبحة قدراء. وقلب الحالي في السحراء. اه سمطراء في السحراء. يعني جزائر جديدة رأي في السحراء على سمين نشوف. اه وش نقول لك اقول كذي. ان شاء الله جزائر جديدة حقيقة. ان شاء الله هذي كونت الخطة هذي. اه عندها ناسها. بل فربما ناسها دولة روحانيين ان شاء الله. استدولهم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. انا ما بهمش الفكرة بك ان شاء الله المواطنين فهموا الفكرة. اخر مكالمة اخويا المخرج. اه لانه كان فيديوهات اخرى تنتظر فينا مدابية باش الاخوة يشوفوها. اه نزيدوا زيدوا اخر مكالمة ولا نحبسوا. هاي عبدالقادر من سعيدة. اهلا سي عبدالقادر. مرحبا بيك. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخوي عبدالقادر. يا سيدي كريم. مرحبا بيك. شوف انا عندي اقتراع على كل حال. مرحبا. شوف. هذي كنتون فيها تعالف مغربية. اذا كان الحصة هذه تعالف قلبك. نعم. اذا كان راكم تدروا فينا مزية. نعم. ما فهمش اذا راكم تدروا فينا مزية. شوف. ليه كان الحصة هذه تعالف قلبك. اهه. لكم تدروا فينا مزية كمواطن جزائريين. ها? ما نتحق باش. اهه. يعني تقدر تفيلاتيلي. سهل اخلاص. اما انت تهنيت. لا 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 سنت لي. سنت لي. غاي سنت لي. اهه. شوف. اسمح لي. اذا كان دونها من حقنا كجزائريين. عدنا الحق باش احنا. لنحب الوقت. الوقت. دقيقتين او اكثر من دقيقتين. وباختصار بغي ندير اقتراح. بغي ندير اقتراح. بغي ندير اقتراح. أنا شوف. خصوا حصة تعالف قلبك. دوننا فيها استفتاء. فيها سؤال. اذكركم بغي من التدخلات. تعطوا الوقت. تحلوا الوقت قاع. ولا تقتلوا دقيقتين. بس كماناش في حاجة احنا جزائريين للعادل. نحن بحاجة الى. الى. الى كافاءات. لدخلوا يقترحوا حلول. انترجموا هالواقع بها انخرجوا. يبنى من فهم الغول. فكفهمني او لا. فهمتك سي عبد القادر فهمتك. ماناش اكفهمني انا بغي نكون عملي. المفهل شخصيا. نبغي نتطلح حلول. ما كيما قال واحد دخل خطرة واحد من العاصمة. نشكره. قال لي. تطلح لاتطلح المبكرة. وما هيش مقهاج وقسروا فيها. اصحي. رك فهمني. وبالتالي شو. خليني ازا اقل من دقيقتين. نتكلم مع الحاج توفيق. نقول له ان كمواطن نحييك وليكن في استماع. ونقول له ان يبغي نطلع ندره. نخرج ندره لافيتات. وكل واحد دي في لافيتة في صدره. ويكتب. لا للعهدة السادسة. ويتحمل مسؤوليته. لو كان ما تحلوش ثقافة التضحية. على كل حال. نشكركم على كرم الإسقاء. ونظرك فهمتني اذن. ديلوا ناس يفتع للتفقيت. نشكركم على كرم الإسقاء. وبرك الله فيكم. ربي يحفظك يا سي عبد القادر. الفكرة عبد القادر باش نزيد ويعني نشكروه على هذا المجهود. يقول باللي الدقيقة نص ما تكفيش. باش الانسان يعبر ويقول كيف كان في قلبه. لانه ما يخش قالوا قالوا قالوا. اسألوا. تسمعني دجارة. حط ترنت سيجوند. تبقى له شوية ما يقدرش يعبر. هذي اللولة. قال لك ماذا بينا نديرونا وقت. يعني مفتوحة نتفضل الفكرة. هذي اللولة. والحاجة الثانية قال لك ماذا بينا يعني الناس كي تدخل. مشي تجي تشكي وعندي مشكلة نحاولي سقنة نحاولي كده. آآ جي تهضر في الموضوع اللي هو الوضع الجزائري والحلول المقترحة. واش تقترح بما هو اقترح نديروا لافيتات ولا كده. هذا سيعب عبدالقادر. والفكرة تي عورك مشكور يا سي عبدالقادر. انا يعني ما نشني مسؤول في القناة باش نقول لك نديروها ولا لا. ان شاء الله المسؤولين لربما يأخذوا بعين الاعتبار الاقتراح. وشكرا لك على الاهتمام. انا برك دي الشي اللي نعفو اني نحكي على وش صاير في الجزائر من الاوضاع. كما البارح عبدالقادر آآ يعني اصرات بيع تداكرة على ما تشتع اليوم. لي ربحته المولودية لي انتحيوها على كل حال ومبروك عليهم الدوبلي. دونك ربحت المولودية ولكن البارح المناصرين راحوا باش يشريوا تيكيات. كان على الدولة الجزائرية كما اي دولة في العالم على الاقل على الاقل تعرف كيفها تنظم روحها باش تبيع تيكيات للمناصرين. باش يقولوا دولة لبس باها متقدمة على الاقل على الاقل تبيع يعني تيكيات في اطار محترم. ما تبهدلش المواطن المسكين. لانه ما هيش مؤامرة ولا لازم نجيش تانا نجيبوا تانا الجيش تانا يبيع تيكيات. فهذا امر كان مؤسف واستياء كبير عند الانصار. المناصرين عفوا لي قل لك تسمى كيفها عيب في بلادنا ونظمي الفانتكات ما زلنا ما نقدرش حتى نحترموا كرامة المواطن في بيع ليبيي وراقي بركة عدخلة عسطار تعماتش. يعني اه خاص بين فريقين في نفس يعني الولاية في العاصمة. تفضل نسمعه اراء بعض المواطنين. اخو على سؤال التنظيمة دا يا برمجة كاريتية يا اخو. بروغرام تيكية دا كاريتا يا اخو. لكو لديو ما مديروش يحبوه. هل كونا دربي امنحونا في طعم ديالو. يا اخو كيف سيربي مع سياسي نرسل في حملاوي السيت محلول. دربي السيت مبلوكي. وشنو هذا اخو هدي كاريتا اخو. كاريتا رايد صرفينا. قلك 30 الف تيكيات حبيعه 30 الف القيشيات. ما كان يوالو حبيبي. يا ربي مصبح. 18 صباح لدوك يا ربي يا اخو. مصبح وحنا نتخابطوه. مصبح وحنا نتعافلوه. ما كان يوالو يا اخو. يا اخو. ما حلوناش الموقع تذكيراتي. كنا نرمال قاعد ندخلوه. احنا يا اخو منا سيري نحرينك فار. شفتم يا اخو. دراري صغار. دراري صغار. يقعدين يعلموا فيه. يقول بحلو السيت. موقع تذكيراتي حل السيت. علام جيب الناس على الخمسة طعا الصباح. علام يعني صدقني يعني. لا يعقل تنوض شعبك على الخمسة طعا الصباح. خطاك شفته يحب الفريق طيعو. باش تبيع له البيت. تعال ما تشتع خدوة. هي ودي الدول رايب التليفون تريزيرفي البلاسة وفضة تقص عليك. كما قل لك هو ثمانين الف بلاسة. يديروا عليها لاشيان ثمانين الف تنوضلها على الخمسة طعا الصباح. ليه هو شدر حتصلي في الكعبة. او يصطاده ويبقى معه فتكفي. تكفي الله يبارد. ليه دير لهم مساكن تسمات مرميدة ننوضهم على الخمسة طعا الصباح. وكتشوفوا سيدي جان صغار. يعني جان كي مادة نايدة على الخمسة طعا الصباح. ماشي رايح سنجويه باش يدير لاشيان. والغاشي على بي. كما حاب تعلم هاد الجيل تسمع قاعد تكبر فيه باه. والسي تبون الله يبارك لي نسلموا عليه كما قال خلال ناصر ويحيا هو ويحيا شنجريحة ويحيا ونس كل. اهدر على الرقمنا. وقال باللي رانا ماشيين مواكبين العصر وماشيين. شي قادر على الرقمنا مش قادر حتى تدير ابليكاسيون. احكم اي طفل اللي هنا يقرأ ترمينال الانفورماتيك دوك يدير لك ابليكاسيون تاع بيع التداكر. تسمى ابسط يعني ما كانش حاجة ابسط منها. انك تدير ابليكاسيون تحط فيها الكون تاعك ويديو لك من الحساب تاعك تفيري ديركت وعندك كوير كود تخش تسكانيه وتدخل. عليها تنوض الناس. وسوء تأثير كبير. ما تطورناش الله واحد. نزيد ونسمعوا على كل حال باش ما تقولوش انتاني مكبر هنزيد ونسمعوا وتفضل خبير. غاير محكم غاير محكم غاير محكم على كل حال. اتداكراك جوفوا هدوك سحب مرشي نواري يقضي عاودي وخرج يدخل عاودي وغفري. ومن بعد كاين الناس دوك كدك تقولوا عتيكيات تبلو عاجة كبيرك شا كيفاش. ونما مهي ادو كان اي طونا ماشي مشكل. هذي خدمات على البلدية واشا عليها. انا معاهم نعاونوه. يا اي طونا يستدعيونا ماشي مشكل. انجوف الليل نظموه. ديرو تنظيم وحكم خويا. ليه باريار كده. تقضي. تتكيلة ديالك تخرج من الجهة اللي منها. تقضي من الكوتي اللي منها. تخرج من ها. اهو. عادي جدا. عادي. كما قولك انا خاتمين مولديا ونا عارفوا مولديا ونا عارفوا. كما قولك تخدم المولديا على بره احنا. انا عارفوا مولديا على بره. دوك هكذا يا كما هكذا مخبيلات كوتانا اللولاني. الولاني في الاشهن. يا اخوتي بالعقل وقدمنا وقدموا. عبدوا تطبع 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 كده منا. يا لاش يا اخو. يا لاش يا اخو. دوكر انا عقاوك مسلمين. حناخب الكورة قادم مسلمين يا اخو. نعاونوهم. نقدروا نعاونوهم. ماشي مشكل. وهم يخرجوا دو كميناتهم. هم يخرجوا كارنيات. سيد باش نقول لابدو كهم يخرجوا. شفتوا يا اخوتي. عاد الشعب الشعب بعد يقولون خلينا نعاونوهم. كما قال خلونا عبدالقادر ديروا اقتراحات. هاي عبدالقادر هاي اقتراحي له في الصعد. شوفوا الفوضى للورا او ما كانش معتش الماتشة والهدوة ما دي صلاة البارة. شوفوا غاشي لورا. هكاين ده راح نشريو تيكيات. افن مو. وعلى هده كل ابان المنظم هو لي متسبب في هذه الفوضى. جايب الناس منمهم فوق بعضاهم باش يبعلم الفين تيكي ولا ثلاثة. ودخل منه خضر المنظم. وهي امور بسيطة جدا ما كانش ابسط منها. كما قلت لكم قطر دارت كوب دي مونت جاو الناس مش من العاصمة جزائر جاو من العالم كامل. ولا نهار شفنا فوضى كما هادي. ولا نهار شفنا فوضى شراء تداكر ناس يشرات ناس في اللاشينو شراءت نورمال. وجاي من تيكي تيعو. من برميتور حتى الله فينا. عادي جدا جاي يحوس. ماشي جاي يضيع وقته في اللاشين على الخمسة عصباح. تخيل انت في بلادك وفي العاصمة نوضة دير لاشيا. ويزيد يقول لك هذا كل اصله دارتها الدولة وعلاه. باش ما تيكيات ما يتباعوش مرشي نوار. يا ودلي يقول لك الناس يا هوي انت. اليوم شفت فيديو كيف كيف عصباح في باب الواد. يعني الاجراءات هذه كلها خمسة عصباح باش ما يتباعوش تيكيات باها باش ما يخرجوش. حط لي يا اخي المنخل في فيديو تا باب الواد تفضل. سلام عليكم أخوتي. تذاكر مباراة دربي هوملي. في باب الواد. دخلها تعلوم مرشي ننخليكم مرة حول. وحبابيكم. وحبابيكم. ها هي نورمال. لا لاشان لا تروح لساجيتنا لح الخمسة عصباح تروح لباب الواد. ها هو الادريسة تلقى واقف لتما جاءت هزتيكي تيعك تخسر بلاك عشرة ولا عشرين الف زايدة. ادي كي حق الترانسفور وحق مرميدة دي كتاع الخمسة عصباح. يعني مواطن قدر ينظم روحه اكتر من الدولة. مواطن قدر يوفر تيكيات هاك تشوف فيهم. تروح تديهم مصير بلاس وجي رايح عادي. متوفرين. وكونت تبع التنظيم تحهم هذي تاع البلدية ولا تاع الولاية. تصبح في نايد على الخمسة عصباح والتطباع وكاد اهو. باش تشري نفس التيكي اللي قادر تلقاها انتفصوا انترفين اتباع زايد ملكم عشر ولا عشرين الف ولا ثلاثين الف الصباح. يعني الحلول كاينة. هاد. هاد غير لي ما يفهمش برق لي ما فهمهاش. ربي يهدينا نواصلوا اخواني المخندين نسمعوا آآ كيف كيف فيديو عجبوني بزاف هذي تاع تاع التذاكر واصل. مواصر مو الجزار. تيكي. تيكي لا لا. بعتهم في السيت واش عليه. بعتهم بهنايا في قشية واش عليه. واش نوت كون عملية تنظيم بالخوية. حنا ناش حنا ناش. حنا ناش عادي جدا خوية العزيز. كأنه خطو كأن تعليمت لي باريار عندكم. هادي يا خدمت على البلدية. بلدية ماشي مشكل. استدعي ناس مولودية الجزائر. ماشي مشكل. يستدعي وننعونهم. عناش ماشي مشكل. حنا باش. لي صالح كي ما يقول لك يا اخونا باش متقاشر. والا يا اخونا. يا اخونا اصباح كان معاي. كان معاي الخمسة اصباح يعرفها. بوسع responder لنا اعمل يا اخونا يداخل يا اخونا ودرك وطرنا معاهم. كما شدرنا يا اخو الانديم كيفا. لا لا ربي يا عديهم لا ربي يا اقيهم. وصحب 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 قديم ناودخولي من هنا يا يا اخوه هك wine. هذي دينا في كم اطرة هذه هذه فوضى مستطرة والبرنامج غائب. خطيئكم. وهذه يعني جبنا لكم تذاكر قيس على ذلك يا خلتي جزائر كاملة. او الشعب كل قاعد يقولوا خلينا نعاونوكم. خلينا نسيروا البلاد معاكم. خلينا نفهموكم وان لا. احنا نديروا. احنا قررنا. احنا نقطع العلاقات مع شكون. ونديروا العلاقات مع شكون. ونقولوا شكون يدرس سيادة وما درش سيادة وشكون. وهي في تيكيات والشعب يقولون خلينا. خلينا احنا كشعب كما قال عبدالقادر. خلينا نقترحه كمدنيين. ونعطيكم يعني حلول. هذا ربما مثال تحت تذكيرها. ما نحن نحكي عن اقتصاد ولا بيترول ولا ولا امور اخرى. لكن هذا مثال فقط يا خوتي. هكتشوف هاد ليجان. يعني شافوا العجز تعال السلطات في تنظيم بيع تذاكر. عنوان دي جاي يكتل بالضحك. عجز في تنظيم بيع تذاكر وخلق فوضى كما قال هو موسى التاردونا برنامج. نختموا به هاد شبيبة صغيرة ونفتح المكالمات اخوي المخرج وراء هاد المداخلة. هاد الفيديو ونحط المداخلة. تفضل. سمسل عجزيزو اتكيا. سمس لاشاك اتكا. اكذا كيف كيف ادخيه هاد حيوك انا صحب. جينا على الخمسة سبعة بدير لاشين ويمحك. سمس لفاياتي. سمس لاشين مهم ما تشفت يا خاتي وكان جميل جدا وربحت المولودية مبروك عليهم سيعابد من غليزان سلام عليكم سيعابد سيعابد من غليزان يا سيعابد سلام عليكم شكرا اخويا المخلص ما شو قاعد يسمع فينا ولكن سلموا عليك سيعابد كنا نمتقدر فيك تتكلم ربما انت كنت في اللاطينية لكن فو تسمع ملهاتش زيد عاود بالك بالواتساب شكرا لك سيعابد دحيتنا الاهل والعائلة من غليزان زيدوا مكالمة اخرى يا اخويا المخرج اذا تكرمت وتفضلت اذا ما كانش خليني نخش في فيديو واحدة خليني نكمل نهضر وهي يا سيئر مخرج ايه ما عليش يا سيدي ما لنكمل نت uponå خليني عربو الناس يقولك ما فوتناش محمد من تيزيوزو سلام عليكم ياسم محمد أهلكم السلام أهلا وسهلا ومرحبا بك يجب أن نبدأ المؤمنين محمد من أخي أخي أخويا يجب أن نشوفه هؤلاء الأشخاص يحبون كيف سمجويه يستكيين ثم أخدهم يرسلوا بنا وهم يرسلوا بنا هذا مكان يرسلوا بنا ونحن همارايج فايقين همми هو الفايقين علينا فقط نعم لوحقriel الشاب مايراش مايراش هو يحب الفارق دي عواسي محمد فول كنطرون مايروس يمس عشوف. يهانا. يهانا. كما قلت انت. اخو بدي مونت عقاطر. مالله شين تشري. مونت قام شوان دوم. هكا عتاموس كتا. احنا اوه كيف شاهد. وكوان احنا الشاب. لا اس اخويا الشاب. ما عارفوا كيفين مشيوا. الله كلها يفيدي لهم. هكا. انت تسوفاهات ما دي دايرا بالدمسي محمد عمه. بل عاني. درها بالعاني. كيف يستكاين وانت تدير هدوات ما لمنذ الناس. الخمسة عصباه وتجري وتجيب شيء. ما تروعش. ما تروعش. وكوان وصلنا في شيء هذا. لو كان بريكوتيا والأحويج كما هذا والأحويج تعلق. نعم. ما اسمع فيك اخيراتي. نعم نسمع فيك محمد. اخو يا الله تفيدو كان الشاب واعي. يبريكوتيا الشك فوا يكون حاجة. وكسين بالله الله كلها رفيدنا. في الجليكسيون. في المسكمة. في كل حاجة غالية. في الزنبو. في كل حاجة. ما طريقة ما كان يقولك تشريلها فينيات وانا شريحة. ما اسمع. طريقة ما كان يستطيع قصلاً. ما كفرقع. ما طريقة ما كان يشريلها فينيات. ولا تشريلها فينيات. وتشريلها فينيات. وانا لاه يلاعبوا بالناس. しょزين بانا لا تشريحة. اطلعش تحدث الأسنوة نجيه واشتقول لي لك كلمات. استقول لي لك كلمة. فهما يرحكوه لك ويتمتخروب لك سيتون كولتور صح شكرا لك سي محمد على رأيك على الرأي هذا فقافة هذه تعالى انك يعني تفهم ليك كليون الكليون يروى كما يقولوا احنا العكس احنا الكليون والاسكلاف مسكين محمد من برج بوعري ريج سلام عليكم سي محمد اهلا وسهلا مرحبا بك اخونا محمد من برج كيف كيف ما سمعناش اخونا محمد زيدو مكالم اخرى عبد القادر من البيض وعليكم السلام سي عبد القادر ان شاء الله تكون بخير مرحبا الحمد لله ربي يصرك ان شاء الله انت تكون بخير تفضل نشاهد ethan نشاهد التفاعل يتم صاحب هذا حني مرحبا لا تصبح عبد القادر. الله غالب وما سوف أعطيه؟ هل ما يحبه؟ ما يحبه؟ هم يحبه؟ هذا الشبيب الذي يحبه؟ هل تحبه يروح؟ هل تحبه؟ هل تحبه؟ هل تحبه؟ شكرا لك يا سي عبد القادر هل تحبه؟ هذا المتنفس الوحيد تفرج الانبيانس نستغني وكذا حسين منتزي وزو ولكن اسكو سابولكو هكا بيت مرميدة هذي سلام سي حسين مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام الزولة سي حسين إن شاء الله تكون بخير الزول مفضل نسمعوك سلام عليكم يا سي حسين مرحبا بك سي حسين تفضل لك ع المباشر فضل نقص تلي بارك وتفضل فكريم بالقاسم مكانش تهيئة مكانش لتروتوار فكريم بالقاسم مكانش شكرا لك ميلود من البوليدة وعليكم السلام مرحبا بك سي ميلود أهلا وسهلا فكريم بالقاسم مرحبا بك سي ميلود من البوليدة حدل يوم قالها لي اصبح صح من اللي سقلينا وإحنا فترة طورة نظره أصلا ويروطي نعم المولدية مولدية مولدية الاسمار هادو خاوتنا صح وأنا نحب الفوطبال أيوة هادو كلي جاني قلدك بالخمتة عصباحو وفستي ثمكاش وكذا وكذا وانت يجبت هم كتنوا بدي يودي هادو يخضر على الأولاد يصرها هادو الرواية البليدة كانت ترسوفيديك شبناتشونال إحنا في البليدة نعم المات يبدأ على شرات عدل السطادي نحل على شرات عصباح الناس داخلها بالمرامة التسير مكاشف البيت بوحدة محلولة ما عندي ما لحكيلك نعم ومن المتحدث عنه من خلال السميليات ومن المتحدث عنه إلى أين يمكنك تحديث عنه؟ نحن 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 بذكر يتعرفون أنه يتحدث عنه ومن المتحدث عنه ومن المتحدث عنه ومن المتحدث عنه انا انت تقول لها أنا دو قدرتك إنه اتبعوا يا سيميلون إن شاء الله بربي يطيقهم في شباب أمين أولادنا أولادنا أعباد الله أحقاً مش شغل أولادي شكراً لك يا سيميلون سيناس متحضرين نظام للنظام لهذه المستوى كما قال لك من العشرة على الصباح وهذه يوم باعو التيكليات البارح. أستاذ يكفي. آآ داود من جويرة. سلام عليكم سي داود. سلام ورحمة الله. مرحبا بك. شاء الله تكون خير. نباس. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. آآ واش نقول لك سلام ورحمة الله. واش رأيك. الحمد لله. واش نقول لك انا نقول لك الشعب هذا واش صرا فيها قليل. الشعب هذا واش صرا فيها قليل. آآ على رأسه. يكون يقعد في داره. يبويوكوتي كما قال لك سيد ممتزيوزو محمد ممتزيوزو. يكون يتعلم آآ البويوكوتي سجم الحالة. مات اخويا لطفي. نعم. شكرا لك سيد داود. هذه فكرة سيد داود. نحن نقول لك الشعب. نحن نقول لك شابيبة بركمة حمسة سيد داود. الله غالب. نعم. دا بينا ملقاوش يكون يواعيهم ويفهمهم بالعقل لسيد داود. ولي. بش تعلمهم. ادي كانت اخر مكالمة اخويا المخرج. بش تعلمهم. لازم انت كسلطة نعتلهم. كيف تقولهم التداكر تلقاوهم في الفلوسيت. وتجي سطاد يتحلع تمنية وتلقى البيبان محلولة. وانت تسكاني وتخش وتلقى تنظيم عفورس يتعلم. بس حكرا انت ما تعلموش ها سيد داود مسكين كيف حيتعلمهم. لكن انت تقول واسمع اخدوها دي تكيات تمانية عصباح. تمانية عصباح يقولك ساعتين قبل الفولنجين جي على الخمسة الاخو يقول ايه الخمسة والله ما تلحق ناسا يبايتها. تمأك انت تكري الفوضى بعد. تمال البلدية بتنظيمها قاعد تروضي الناس على الفوضى. ايه دو كيجيوا الناس يفضوا تيكيات العشرة يفضوا. تخرت وهادي كل ما فهمناش. نعطيكم مثال بسيط اخي بسيط. احنا في الصيف كيجي الصيف. احنا في عنابة ما نعف انتوا ما عندكم ولا لا انتوا احنا هنا العناب هادا والحبل ملوب. هادوما اللي الفروية دوما يعني تمشي في الطريق تهزها مش شجرة تسمع مطيشة. مطيشة يعني تسمع يعني عادي عنا دجار دا تروح تناحي تقول مش تحب انت البلط دوما الفكير وكل كانوا عنا مطيشين. اليوم نسمع في العاصمة او لا قريب مية تلف. يعني اسمع اسعار خيالية. تفضل خويا نصر. مطيشة. كل شراء هو غالي. من قولوش غال على الصوريس. وهادي ستونة وارييته صوريس غاليين. لذلك على حسابه على كاليتي. ولكن سنو هادا الهيلي تري بان. ما ننبا سيبرمات. مطيش يدخل غالي. مطيش يكون يدير ميتين وخمسين. الفين وخمسمية دينار. الفين. الف وثمانمية. هادا عملي يدير الف اربع الف وخمسمية دينار. صفير غالي اتأو سبب تحافل السوق الجميلة. وقلت المنتاج هذا العام. نقدر عليك ونقول لك اني نشري. أربعة مية وخمسين ألف كيف تشري. سوريس بربعة مية وخمسين ألف. والخوخ مية وثلاثين ومية وعشرين. ما نقدرش. نقدر عليك. هادا كلي يقدوك اللي كينا عنده ضرحة مشوية ما رحش يشري. يعني ما 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 فهمتش خوتي ما فهمتش في هذا العجب. غير احنا عبر كطرح الاي يعني ما مطرح دولك يعني. اخرى يعني جفاف عفا. ماش جفاف يعني ما هيش ارض تح سوريس تلقاعد ان السوريس عادي بخاص ماشي حاجة كبير. ماشي بهذا الدرجة يعد غير الغني ليش راها او. بقول لكم احنا كان نطيش يعني. كان بلايس نروحولهم كنا احنا نحيوهم نحطوهم نجي مروحين في اروندان بيهم نعمروا الوحدة. تركو الليات اه شي يعجب. لكن خليني نكمل بركة خالتي الموضوع تعالبارح اللي تكلمت عنديه تعالاطفال تعتبسة لاني ما كملتش الموضوع. نشوفوهم مساكن لانه من بين كما عملتهم من وعود تعتبون انه يوفر النقل. فشوفوهم فاهي روحوا يقرأ. تفضل خويني. كل صباح نبكر نبكر نمشي مع بابا نقرأ الطريق طويل ياسو. كل صباح نبكر عندنا ولدي يقرأ نعاني ومشتاء والبرد. ساعة منك وصاعتنا قاعدة في الدار ساعة سخيانة ولا بارد ما نشوش. يصل التلاميذ الى هذا الطريق لعلهم يظفرون بفرصة للتنقل عبر سيارات خاصة. في الغالب تشكل خطرا عليهم. لكن رغم هذا يحاولون الوصول الى المدرسة بشق الانفس. نعاني من انعدام النقل المدرسي وغلق المدرسة. وعنا يفوق 16 طفل ما كانش النقل المدرسي. عندي أولاد ندي فيهم مزوز كيلو. على كرهيهم ساعات يارضوا ومكلاب يأكلوهم. ساعات ما نقاش فاش نديهم لهم يمشوا ساعات يقروا ساعات ما يقروا. ساعات مدرسة. وعندما يدخلنا الناس من جل فانس المعدية قالنا لا احنا لا بس. وانتم عملاء برك. احنا عملاء خطاكنا اضبامنوا مع أخوتنا كتبسة دم الأطفال. يركبوا في هذه الكاميونة الصغيرة هديكا. باش يروحوا يقرؤوا. ان دو ميل فانتكات. في ميل فانتكات. اصدقات تكيات واتبهديلة واتمرميدة. في ميل فانتكات في الجزائر تقرأ في هذا. وكوانك ميسر اكسيدان. هذه هي رودة تقرأ نكا. فيراج قادرة تتقلب. ستكون تتعلم شارجية على هذا المشكل. وانتكوان نقول. والله يرحم مقدر الله. انت توفر في أسباب. اصدقات. وهذا مسكين يقول نحن نعاني. في جهة الأخ قبيلة التي تتكلم في التلفون. يقول نحن لا بس بنا. وهو تسمينا هذا هذا. لخايف على أولاده يقولهم بكلاب. نمنوش ونمنك انت خطاك لا بس. هذه العقلية. لكن خلينا من هذه. هما قناة الشرق. راحوا جستمو. للمسؤولين. راحوا للمسؤولين بلدية. لكي يقولون لهم على قضية هذه نقل المدرسين. اسمع الرب تع المسؤول. فضل. نطلب من الساكن أنهم يتقدموا البلدية بقائمة الأولاد الذين يتمدرسوا في مسعي جواد أو في المدرسة التابعة للبلدية الشريعة. ونسعوا إن شاء الله. إذا كان العدد كبير سوف نسعوا للمدرسة. إذا كان العدد قليل. نسعوا إن شاء الله نوفرهم حافلة أخرى. نرى هذا. أما نحن حصلين. ما هي الحال؟ قلهم يديروا ورقة ويعطيونا العدد. ونحن نشوفه. ما زال ما شفتوش. الناس قدر موجعكم. مش قلبكم خطك شفتو أطفال. ما زال ما وجعناش. قلبنا وأصلا ما شفناش. ومشنا سامعين بهم. قلهم يديرونا ورقة. يجد عليك طريق أطفال. يجد عليك أن يستيقظون. يضع الخمسة على الصباح ويجد عليك بحث البلدية. ويستيقظون على طريق أطفال. والمسؤول أصلا خالص يا خاتي. ما هو يتبع راحة المواطن. أبدا هل يتبع أطفال خدمة أطفال أطفال مهنيين. أو ما هو ينقصه. هو لا المسؤولة. ويجد بأن يتبع مساكنهم بحثة. ما كيف سيكون للمحة خالص؟ أنت الدولة دارتك باش انت تروحت في الكت عادنا قائصة موجودة وتصلحها قبل ما المواطن يجي فبعد ما نعتت وفاتت في التيلية وجفناها وجعنا قلبنا تقولهم روحوا وقلوا ديروا ديموند وان شاء الله احنا نشوفوا نشوفوا كيف نحلو لكم المشكلة تم الدرك ما شو راح يشوف اصلا في المشكلة حتى نديروا ديموند ما وجعوش قلبوا ومشوا سامع بيهم وما عملوش بيهم حتى يروحوا في الواحد وكيما هدكت على الشلفة رانا لا باس الحمدلله في في الجيش بس هادو من الاطفال روحوا ديروا ديموند وكيد ديروا ديموند لتما يرحمها ربي ونشوف لانه بين يوسكلوا والدار بين المدرسة كان والدار تحهم كان مسافة بعيدة لكن الاغرب يا خوتي انه المواطنين الحل قدامهم بحد دارهم في اخر فيديو اسمح لي طولتا عديكم شوية شوف اخر فيديو ونفهمك تفضل خويا المسكل هذه المدرسة الابتدائية مغلقة منذ سنوات الاولياء طالبوا باعادة فتح هذه المدرسة القريبة من منازلهم لانهاء معاناة تنقل ابنائهم شفتوا الندبة خاطئة هما بيسكنوا هنا بحداهم مدرسة حطوهم في مدرسة كبيرة فقالهم الحل ديروا لي بموند باش ندلكم ترانسبور قالوا له يا ولدي بحدانا مدرسة علاها زيت الدينة تحل المدرسة واخلق مناصب شغل اللي يحبين بطالة وعلاها تعطيهم في منحة البطال جيب اساتي دا يحلوا المدرسة ولادنا يروحوا للمدرسة مهنين مشكل ساهل خاص ديروا لي دماند السح ونشوفوا كذا حتى نديرو لكم ترانسبور والمدرسة بحداهم والبطالة بحداهم ودي طالبين خدمة حابين يخدموا بالاكرام بحداهم وشباب كل حابة تخدموا تلقى بوست لكن الجزائر هذه كما حكيت التكيات كما حكيت هذه خلوطة وسوء تنظيم ونخرجوا كما الصابلات على الأخر الكاريتة تسرع في شكون الله أعلم أجيال تحت شباب ساكن بالك رح يتمرمد في صهره ما يعيشش لا دولي صوت والله شو ناس تيعوا والطفولة تيعوا أصلا يتمرمد في القرية وبعدك الله خلب سوء تنظيم وش تحبه ويجيك الأخر يقول والله احنا لا بس الله يهدينا يا خاتي وربي يصلح البلاد والعباد وربي يصلح بلادنا إن شاء الله وتكون أفضل منك بكثير في الأيام القادمة ربي يحفظكم على المتابعة شكرا لكم اسمعونا كيفما غلطنا معاكم وربي يهدينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة